موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبا عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وجعل ساعات الدنيا كلها بين ايديكم وتحت رجلكو يا رب انا امل ودي قناتي لو قلمرة تشوف القناة يا ريت بسرعة تنزلت شرفيني وتنورين تشتركي في القناة لاني شرف ليه وجودك معايا ما تنسيش تفعليلي زرار الجرس من الكل وكمان تضغطي لايك بيديك الحلوة دي يوم جديد ورتين جديد ونقول بسم الله الرحمن الرحيم بس قبل ما نبدأ الرتين كالعادة ننزل نصلى عنا بعليه افضل الصلاة والسلام وما ننساش ندعي لاخواننا ان ربنا ينصرهم نصن عزيز اللهم امين يا رب العالمين وكالعادة لو ما عرفناش نجبر الخاطر فما نكسروش ربنا يجبر بخاطرنا كلنا وارزقنا ضعاف مضعافة من اللي احنا بنتمنى ربنا يرزقنا الخير والسعادة والصحة والعافية يدينا وديكم كل حاجة حلوة بتتمنوها في حياتكم ربنا يدها لنا ويدها لكم اللهم امين يا رب العالمين وحشتوني 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 من الفيديو اللي فات من اخر فيديو نزلته يلا بينا نبدأ الفيديو الجديد وهقول لكم سبب غيابي ايه اه وسبحان الله اما بتيجي كده ان انت اه مش يعني الواحد ملوش نفسي يصور ملوش نفسي يقف يعمل حاجة اه مسكت الشقة شقلتها وسبتها فقعدت كم يوم كده عما روقتها اه فيلا بقى كده اديكم بقى مش هديكم يعني كسل والحاجات دي لا 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 ده انا هديكم جرعة نشاط قمت اتنشاط بص هتشقل بكل حاجة العشاء الموعين هيغسلوا الموعين العشاء التنظيف العميق والله الفيديو ده بتاعكم يعني مش هتروحوا بعيد الفيديو ده بتاعكم جد اه اقول ايه العشاء الرغاوي النهاردة والله هنعمل شوية رغاوي حلوين قوي فيلا كده اه نبدأ الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وزي ما انتو شايفين كده اول حاجة انا اه كنت شايلة حاجة النيش وبصراحة يا بنات المقطع ده كان قديم معايا اه فكنت شايلة حاجة النيش تمام تمام انا بقى عملت الحاجات الجديدة دي شيلت المفارش كلها بتاعت الانتريه اللي هي الكسوة بتاعته دي وقضت الاطفال وشلت شوية حاجات كده يعني بسم الله ما شاء الله ما تعرفوش الحالة جات مرة واحدة ان انا شلت وشلت المخدات حطتها غسلتها بصوا عملتوا كل حاجة نضفت كده تنضيفها عميكة ترضيني وترضي نفسي يعني ترضيني كده ان انا اعرف اقف الشقة كده وانضفها بجد والله انا عدتي كم يوم سايبة شقة تضربت بس بازن الله هنرجعها كده حلوة وزي العسل معاكم بازن الله فاول حاجة كده كنت بلم الحاجات بتاعت المخد السفينج دي يا بنات بتاعت المهم معالينا عشان انا مش مركزها لوقتي المهم زي ما انت شايفين كده هشيل بتاع الشلت يا بنات هشيلها وحطها كده عشان اخد اخسلها اه وهزبط كم حاجة في الشقة اهم حاجة انت لو وراك اي حاجة تقوم تشغل الفيديو كده على من بيت امل وتحطيه لايك الجميل اهم حاجة اللايكات الجميلة يا ولاد خالتي اللايكات الجميلة يا صحابي وحبايبي اه لايك الجميل كده زيكم وكومنت حلو كده برضو زيكم لو انت جديدة اكتبي لي كومنت وعرفيني ان انت جديدة عشان انزل ارحب بك كلكم تاج على راسي ويا ربي كده يدمكم نعمة في حياتي ونجبر اكتر واكتر طبعا زي ما انت شايفين كده شيلت كل حاجة كده يا امولة والله انت يا امولة زي سكر اقول لي بقى لقيتنا انا شيلت كل حاجات دي وقعدت كم يوم كده سايباهم فالحمد لله كل حاجة حلوة الحمد لله ايه مهمة زي ما انت شايفين كده هدخلهم ياخدوا اه انا بحطها يا بنات ممكن تحطها على دورة براحتك انا بحطهم على الدورة بتاعت اللي هي الا الستان ليه لان الحاجات ده انا مش عايزها تبوز لان هي هو ده الفرش بتاعها الاساسي بتاع الشيلت وكده فمش عايزها يبوز فبعمله على الستاء على البرنامج بتاع الستاير ممكن انت حابة تحطيه على برنامج بتاع غسيل اللي هو غسيل الحاجات الصناعية وكده براحتك بس انا بحب احطه على بتاع الستاير وبيبقى حلوي يعني يعني بيطلعولي كويس وهو كده كده يعني نضيفه وببقى فيه شوية ترابه طبعا مع التنضيف ببقى حلو وكل حاجة بس احنا برضه ايه لازم نشغل دماغيتنا كده وما نستهلكش الحاجة بكمية وفزاعة في الغسيل لان انا كل فترة مش بسيبه كده يعني اه في الاعياد والمناسبات والكلام ده لا انا كل فترة لازم اعمل الحركة دي اخد اخده كده انضفه حطه في الغسالة واعمل معاكم حتى لو مش بعملها معاكم فبعملها برضه من ورا الكاميرا انا دايما كده بنات اه لان احنا في الحر والحر صعب والتراب صعب وانا مفتحها يا شبابيك الشقة بتاعتي كلها والبلكونات وكده فدايما ان التراب تخيل لي يعني ما بقفلوش غير بالنهار بس اه وبفتحه من العصر كده يا بنات اما الجاوب يطر يعني لحد الفجر فدايما اه شائتي معرضة للتراب معرضة لكل حاجة فعشان كده ان انا بعمل الحركة دي آآ كل فترة بمسك الكوشن كده زي ما انتم شايفينهم بخسلهم في قلب البلاستيكية دي وبخسل الحاجات دي برضو آآ اللي هي بتاعة الشلت الكسوة بتاعة الشلت وكمان آآ بنظف كده تنظيفة عميقة آآ باخد برضو اللي هي الحافظة بخسلها برضو وبزبطها كده وبخسل الستاير كل فترة دايما اعمل الحاجات دي لاني بحس ان انا مرضية كده انا والله نفس اعمل حاجات كتير قوي بس بقول يا رب عني بس لان بجد انا مش عارفة في ايه آآ بس بقول يا رب عننا ويا رب كده يبعد عننا اي حاجة وحشة اللهم امين يا رب العالمين طبعا هنا انا دايما آآ حطى الحاجات في الغسالة النص اوتوماتيك دي بنشف فيها يعني لان عندي الغسالة الاوتوماتيك الكاملة مش بتاخد الكمية وصم انا بدان ما غسلتهمش فيهم الاول فمش هحطوهم في درجة العصر بس او الشاطف والعصر آآ لان انا يعني بس تسهل يعني وبقول خلاص بدان انا غسلتهم بردولة وغسلتهم من اولها كده فعادي تمام ما فيش مشكلة المهم زي ما انتوا شايفين كده ان انا نشرت حاجات شوية هدوم على آآ برضو الكوشن كده وزبطت كده الدنيا وطبعا زي ما انتم شايفين جيت برضو هاكنس كده تنظيفة عميقة طبعا انتم شايفين التراب يعني انا مش محتاجة اقول لكم التراب عاملت زي بجد آآ التراب صعب قوي آآ وطبعا اكيد انتم عارفين يعني التراب والله بجد صعب وكل حاجة يعني تلاقاها مضطربة كده فدايما بحب ان اضاف تنظيفة عميقة آآ تبقى كويسة وآآ دايما كده خلي ايدك في الحاجة بجد والله العظيم هدي ارتاحي المهم زي ما انتم شايفين كده هبتدي بقى ان انا امسح بالفتلة دي وطبعا لو عايز اعيد عليهم برضو بتعيدي برضو بالمعطر بس الفتلة دي انا استسهلتها كده آآ يعني استسهلتها في الوقت ده عشان كنت حطى فاكلور وعملت بالمعطر برضو في الجردل الموب المهم زي ما انتم شايفين كده نضفت كده زي ما انتم شايفين وهي هرجع هنا برضو هزبط آآ القوضة دي برضو طبعا انا شلت الستير وطبعا انا بخسلها وكل ده معمول على مراحل مش معمول عشان عارفكو البطء اللي في البناء ادم يعني ما تعرفوش هو في ايه بجد بس في حاجة من جواكي مش مخليك ان انت تقوم تعمل حاجة آآ دايما حاسك بتعب آآ دايما كده يعني اللهم اني عوز بك من الهم والحزن وعوز بك من العجز والكسل وعوز بك ان الجبن والبخل وعوز بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم ايمين يا رب العالمين انا دايما بقول الدعاء ده والله بس بجد مش عارفة في ايه دي حاجة انا بعادي بعمل وبروأ وبعمل بس ما ليش نفس ان انا صور اي حاجة خلط المهم مشلت الستير كده زي ما انتم شايفين وغسلتهم غسلة كويسة وطبعا تقول له حتى الغسل ده على الغسل ده يعني السطرة دي على السطرة دي بقدان الحاجة ما بتطبعش او ما بتنزلش سابغة فحط حاجة كل حاجة زي ما انت عايزة لان دول بقى بقاش في مغشوية التراب بس كده زي من شايفين غسلت وغسلت هنا برضو بتاعة الارضية برضو المهم زي من شايفين كده هبتدي بقى ان انا نشيل هنا برضو الفرش بتاع السرير وهنفت كده وزبط الدنيا لان بجد القوضة دي بتطلع روحي وفضلت فترة كده يعني مش عارفة في ايه بجد والله يا بنات زي من شايفين كده برضو هبتدي ان انا نشيل كل حاجة وهزبطها بجد والله انا من المراتب القطن دي مش عارفة اه يعني عاملة في نفسي ليه ده بس انا حابة ان انا اعملها مراتب فايبر فبازن الله يعني بازن الله انا ويعملها مراتب فايبر اجيبت مراتب فايبر مكان القطن ده عشان انصب السرير التاني يعني افرش السرير التاني اضحط اه واذبط القوضة كده وخليها باذن الله قوضة كده كويسة. فدائما يعني يعني ساعي يعني ايه عايزتكم كومنتاتكم جميلة كده تشجعوني واللاقيقة الحلوي تشجعاني ان انا اعمل حركة زي زي دي او ان انا اخد خطوة زي دي. هنا برضو زي ما انتوا شايفين. اه القوضة طبعا كانت تضرب تقلب. هنا برضو كانت تضرب تقلب. طبعا الكوشن كلها زي انتم شايفين كده وهناشل السجاد وهنضف وطبعا السجاد ده عايز اتغسل فبازن الله هنخسله برضو وهبريكم واحنا بنخسله لان والله العظيم الواحد مش فارش السجاد وفارش حفزات وما تعرفوش كم الطراب اللي بيلاقيه يعني انا انا لا عارفة سيب الارضية كده ولا عارفة احط اللي هي السجاد لان الحر فظيع بجد والله العظيم ولا عارفة اعمل اي حاجة يعني مش عارفة في ايه التواهن اللي في الواحد ده بس ادعوه لي يا بنات المهم زي ما انتم شايفين كده هبتدي بقى ان انا انزل تحت كده اه تحت النيش واحلى حاجة فعلا في بالموف دي يا بنات والله العظيم والله العظيم ان احلى حاجة فيها ان هي بتوصل للاماكن فعلا وبتطلع الوبر وبتطلع كل حاجة بجد والله العظيم اخسلوها كويس انتم بس وهي جاي معها يعني الحاجتين طبعا هنا انا بعمل لكم علامة النصر ها علامة النصر ما تنسوش اخوانا بقى وادعو لهم دايما كده. ربنا تقبل منا ومنكم الله ما امين يا رب العالمين. المهم زي ما شايفين كده برضو هاجي على القوضة دي هنضافها وهفرشها برضو. وازا ما انتم شايفين انا باخد خطوة خطوة كده زي ما انتم شايفين انا فرشت هنا برضو. طبعا هتقول لي ما جبتش الفرش الليل فانا بعمل حاجة حاجة كده يا بنات يعني اللي بحاول اصوره معاكم اصوره والمن ورا الكامرة ومن ورا كاميرا. المهم زي ما انتم شايفين كده ان انا ايه خلصت هنا القوضة وبيت زي العسل وزي الفل اهيه تمام تمام. المهم بقى هنيجي بقى اوريكم الشقة من برة برضو نضيفة وكويسة وطبعا هتقولولي اه هقول لكم ان الفيديو ده معمول على مراحل. مش معمول على مرحق في يوم واحد. لا معمول على مراحل. عشان اجمع لكم الفيديو ده والله العظيم. انا بقول لكم انا مش عارفة في ايه. اهم حاجة ان انتم كده اه تحطي لايك جميل وتشتركوا في القناة لو انتم مش مشتركين وتفعليلوا زرار الجرس من الكل عشان يوصل لك زغروز هتقولك من بيت اما نزلت فيديو. وتشوفينا على طول. وتقولولي ايه رأيكم في الفيديو بجد. انا بحاول اصور لكم برضو كل حاجة كده. يعني تشوفوا كل حاجة على الطبيعة احسن. آآ تنظيفة العميقة ديا. وتشوفوا الفرش برضو. وبازن الله نويني الستطارة اللي فوق دي. يا مستطارة يا بنات هي البرقع. نوية شيله بازن الله. زي ما انتم شايفين كده كل حاجة رجعت تمام. حاجة رجعت تمام. كل حاجة آآ في الشقة نظيفة الحمد لله. ودايما كده قومي وتشجعي وعملي كل اللي تقدر عليه. وهنا اقدر اقول لكم وإلى اللقاء في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.